استقبلت الكنائس الأردنية التي تتبع التقويم الشرقي شعلة النور المقدس التي فاضت في سبت النور من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس حيث تم استلام الشعلة من جسر الملك حسين ونقلها إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة لتوزيعها على كنائس المملكة والعالم تفاصيل أوفى حول هذا الحدث المبارك في التقرير التالي في مشهد مهيب استقبل سيادة المطران خريستفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثودوكس شعلة النور المقدس المنبطقة من قبر الخلاص للسيد المسيح في كنيسة القيامة بالقدس حيث استلم سيادته النور المقدس من مسؤول التشريفات في بطرياركية الروم الأرثودوكس عند جسر الملك الحسين لنقله وتوزيعه على كنائس الأردن والعالم وكما جرت العادة قام سيادته بنقل الشعلة إلى كنيسة الصعود الإلهي في خلدة حيث جرى هناك استقبال شعبي حاشد للنور المقدس بحضور الأباء والكهنة ومندبي الرعاية من لجان كشفية وسيدات وشبيبة ومدارس الأحد ليضيء قناديل موائد الكنائس خلال قداس الفصح المجيد وقد تسلم الأرشمندريت خريستوفوروس حداد الرئيس الروحي لمحافظة البلقاء شعلة النور المقدس من يد المطران خريستوفوروس ليبارك به كنائس منطقته كما تسلم الأرشمندريت إيرونيموس الرئيس الروحي لماذا با شعلة النور المقدس من يد المطران عطلة ليبارك به كنائس منطقته ومن جنوب المملكة حضر الأرشمندريت سابا حوراني الرئيس الروحي للجنوب لاستلام شعلة النور المقدس من يد المطران خريستوفوروس ليبارك به كنائس الجنوب وفي ذات اليوم وصل إلى عمان الأرشمندريت يعقوب خليل والأب نكتاريوس خيرالله من بطرياركية انطاكيا من بيروت عبر مطار الملكة علياء الدولي لاستلام النور المقدس من يد قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد لنقلها إلى بيروت ليتم توزيع بركتها من هناك إلى كنائس لبنان وكافة كنائس العالم وقد نقل الأب خريستوفوروس محبة وأدعية المطران عطلة لكنيسة أنطاكيا الشقيقة راجيا أن يكون نور هذا العام قيامة للبنان من محنته وبأمر من رئيس الوزراء العراقي السيد مصطفى الكاظمي هبطت طائرة عسكرية عراقية في مطار ماركب عمان وعلى متنها وفد عراقي رسمي وكنسي لاستلام الشعلة من يد المطران خريستوفوروس لنقلها ولأول مرة إلى كنائس العراق وكان في استقبال الوفد عدد من الشخصيات الدينية والمدنية وقد تمنى سيادته للوفد كل الخير والسلام لجميع الشعب العراقي مثمنا للحكومة العراقية هذه المبادرة الكبيرة كما وصل إلى حدود مركز جابر الأردني الأب إلية تفنكجي من أبرشية بصرة وحوران وجبل العربي والسويداء من سوريا لاستلام النور الفائض من القبر المقدس من يد الأب ديمتريو السماوي راعي كنيسة رقاد السيدة العذراء المفرق لتوزيعه بركة على كنائس سوريا وقد نقل الأب سماوي محبة وأدعية المطران خريستوفوروس لكنيسة أنطاكيا الشقيقة راجيا أن يكون نور هذا العام سلاما وقيامة لسوريا من محنتها وفي الختام يبقى الأمل أن تحمل هذه الشعلة السلامة والأمانة في كل العالم وأن تكون قيامة السيد المسيح قيامة لكل الأوطان ورجاء بغد أفضل للجميع وكل عام والجميع بألف خير المسيح قام حقا قام ونحن شهود على ذلك